بعد تنفيذه أعمال إرهابية في بلاده البحرين ها هو اليوم في العراق يقاتل في صفوف ميليشيات الحشد الشعبي حبيب الجمري وله عدة أسماء حركية هرب من البحرين قبل نحو خمس سنوات بعد اتهام السلطات البحرينية له بالوقوف وراء حوادث مست أمن البلاد الداخلي ثلاث قضايا أدين فيها الجمري غيابيا وتلقى عقوبات أقصاها السجن المؤبد اليوم أنتم في اختبار صعب جميعها متعلقة بانضمامه لخلايا إرهابية وعلاقته بالحرس الثوري الإيراني وتجنيد عناصر متطرفة وتدريبها فضلا عن وقوفه وراء تفشيرات عدة استهدفت رجال أمن في مملكة البحرين صور حديثة وتحديدة من معركة الفلوجة نشرتها وسائل إعلام عراقية أظهرت الجمري يقاتل ضمن ميليشيات فرقة العباس في إطار ميليشيات الحشد الشعبي قبل هذه الصور كان الجمري قد ظهر في نهاية عام 2012 في مدينة كربلا العراقية بعدما انقطعت أخباره في مارس 2011 بعد مطالبته وآخرين بإسقاط نظام الحكم في البحرين الجمري المطلوب أسقطت الجنسية البحرينية عنه مطلع العام الماضي بقرار قضائي ضمن 72 شخصاً لتسببهم بالإضرار بمصالح المملكة بشاير المطيري العربية